من يحمي الناس من الاعتداء على صحتهم؟ نفايات، تلوث، تسمم، زحمة سير، ماذا تفعل الدولة؟ بعد سنة على أزمة النفايات، هل الأزمة إلى نقطة الصفر؟ ماذا يقول وزير الصحة وائل أبو فعور في هذه الملفات التي ترافقها تقارير ميدانية مقلقة؟ الوزير أبو فعور يشرح أيضاً خطة التغطية الصحية الشاملة لفوق الـ 64 بالتفاصيل كلام الناس هذا الخميس التاسعة ونصف مباشرة على الـ LBCI والـ LDC